بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ يعني اعتبر كده احنا رجعنا من البريك ويلا بسرعة نراجع او يعني نرجع للتسجيل بتاعنا على آآ على زوم آآ السمينار التعريفي اللي احنا قلنا كنا يعني آآ بدينا واخدنا بريك صغير كده راجعنا دلوقتي هنكلم ان شاء الله نكمل كلامنا يعني عن المضاقق الداخلي المعتمد او المواجعة الداخلي المعتمد قلنا ان شاء الله في السمينار ده خلصنا الجزء الاولاني كان قبل بريك حوالي ساعة لتلت كده معلش كانت مقدمة طويلة شوية وآآ نكلم عن ان شاء الله يعني تعريف بالشهادة فوائد الحصول عليها متطلباتها تكاليفها خطوات الحصول عليها كيفية النجاح ان شاء الله في الشهادة كلمنا مقدمة ظريفة كده وسألنا بعض شوات الاسئلة وكنا يعني قلنا مقدمة آآ عن ايه هي انواع المحاسبات والمحاسبة المالية التكاليف المحاسبة الادارية المحاسبة الضريبية المحاسبة الحكومية كلمنا بصوعة كده تعريفات ليهم ودخلنا في انواع المراجعة المراجعة الخارجية تهتم اساسا بصحة القوائم المالية وممكن يعني آآ آآ دلوقتي كمان بتعمل آآ مراجعة على الرقابة الداخلية ولكن آآ اساسا هي بتهتم بالقوائم المالية المراجعة الخارجية او المسلا اللي يعني زي اللي هو طيب انما بقى المراجعة الداخلية عنده حوالي ستة ويمكن اكتر كمان دول المراجعات الاساسية المراجعة المالية مراجعة صحة القوية المالية يقول لك والتشغيلية المراجعة التشغيلية يعني العمليات مزبوطة والله الامتسال اللي هو يعني التزام اول امتسال اللواح والقوانين المعمولة بها وقلنا يعني دي من قلنا كمان من ضمن الانواع المراجعة كل ده كنا في محالة الترحيب وكنا بنقول اوعى تكون فقط التركيز بتاعك زي القطة ديت يلا بنا نخش بقى في الجزء التاني يعني دي كده كانت مراجعة سوية على الجزء اللي قبل البريك دلوقتي بقى الجزء بعد البريك احنا هنتكلم عن اه كنا بنقول مع بعض ان انت ان شاء الله يعني ما تبقى مراجعة اه جديد ان شاء الله لازم تحاول تعدل في الماينسيت ماينسيت لا هي بيسموها العقلية عقلية التدقيق او عقلية المراجع المراجع لازم يتصف زي ما قلنا كده بالاستقلالية والموضوعية لازم يفهم ان هو حكم لازم ان هو يبقى عادل في حكم ولازم هي اه هو يقول لك ان انت بتعمل اه يعني الحكاية عملية عقلية تمام طيب اه في بعض الحاجات بقى لازم ننزبط دماغنا قبل ما نكمل عقليتنا الماينسيت بتاعنا طب ايه زي ايه كده اقول لك مثلا زي ان انت اه بعضنا او يعني كان عندنا اعتقاد خاطئ زمان لازم نصلحه ان لازم يكون عندك خلفية محاسبية عشان تشتغل في المراجع ده اه المفيد ان هو كان محاسب وفاهم العملية المحاسبية وضوية المستندية المرقبة الداخلية فاهم كل حاجة عشان يقدر يبقى مراجع اه احنا بنتكلم على خوض بالك لو 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 حيقول لك ان انت اه لازم تكون محاسب لازم تكون خلفية خلفيتك محاسبية اللي بيدرس ايه ايه او اللي بيدرس عشان تبقى لازم تكون ايه اه لازم تكون محاسب محاسب كمان لان هو هدف الاساسي خد بالك بتاعته ان هو يقول لك كده ان المالية ايه اه يعني اه تعبر بعدالة تمام اه تعبر بعدالة او ذقة القوانين المالية تمام وبيد او ق 되는 كده بيقول لك ان هو اهم حاجة عنده في المراجعة الخارجية ان هو اا اا يعني المحاسبة المالية. صحة القواني المالية. صحة العملية المالية المعلمية العملية المحاسبية كلها. ولكن اللي هي محوى كلامنا النهاردة مش لازم تكون خلفية المراجع خلفية محاسبية. اه دي برضو حاجة مهمة في لازم نصلحها. ليه بقى? لان انت قلت لي ان لما جينا راجعنا كده قبل البريك او قلنا يعني ايه هي انواع المراجعات. قلنا اننا في مراجعة داخلية ومراجعة خارجية المراجعة الداخلية بتتميز عن المراجعة الخارجية بتاعتها. اهدافها. مش ان انا اطلع ادي تقارير بصحة القواني المالية. لا. ده انا عندي مشاكل في ادارات معينة. انا عايز اطلع دي المشاكل دي. وعايز كمان ادي تحسينات. ادي تصليحات. اه بضيف قيمة. شوف الوقت ان شاء الله تعريف يقول لك اد فاليو. بضيف قيمة للايه? للشرك. بحمي اصولها. بسهل على الناس عمايلهم. بقيم. شوف ازاي تقييم نظام الرقابة الداخلية. طيب كلام جميل جدا جدا. يبقى انت مش لازم تكون خلفتك محاسبية. ليه كمان خد بالك انت هتبقى في بتاعك الفريق التدقيق. ممكن تلاقي معك واحد مسلا قانوني. يعني ايه قانوني? يعني درس قانون. ليه عم انت? الله. مش احنا لسه قالين ان في مراجعة التزام او مراجعة اه اسمه ايه اه امتسال سوري امتسال يعني امتسال يعني اللي هو الالتزام بالقوانين. هل بتمتاثل هل الشركة هنا والادارة دي بتمتاثل للوايح والقوانين وحتى اللي حطها الشركة. احنا قلنا ان الشركة بتعمل اه وظيفة الادارة ان هي تعمل نزام الرقابة الداخلية. تصممه وتنفزه وتصينه كمان. انت وظيفتك كمدقق. سواء داخلي او خارجي بتقيمه. طبعا مدقق الداخلي علي اعباء اكتر بكتير. عايز يحسن عايز يساعد عايز يساعد في ادارة التدقيق. ما عندهمش خلفية محاسبية. ممكن يكون قانوني. عشان يعمل. عندك ممكن يكون مهندسين. بيعملوا صح? اه حاجات اه احنا قلنا ان في سبع انواع من ايه? من من ممكن تتعمل. طيب اه اه من العمل الفني الى العمل الزهني. يعني ايه? يعني انت لو محاسب فانت كنت تشغال اللي هو ايه? يعني والله بنعمل قيود يومية وبعد كده ترحل للاستاذ بنعمل وبتعمل لها وبعد كده وبعد كده بعد كده نعمل اه 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 ايه شوف بقى ازاي اه 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 من زي لنا المراجعة وبعد كده اه بنعمل قائمة مالية شوف بقى ازاي ده انما العمل الزهني لما تبقى مدقق هيبقى عندك بقى يعني محتاج يعني ايه عمل زهني اكتر محتاج اه يعني تبقى محتاج تبقى محتاج تطبق التعليمات اللي انت واخدها عشان اه تدي علشان تشوف في مشاكل في كل ادارة وازاي نحسنها عملك كله زهني بتعمل يقول لك يعني يعني الشرك المهني اه الحكم المهني اه ان انت شوف ازاي كل شغلك اه طيب يبقى دي تاني حاجة في العقلية التطقيق اللي لازم ناخد بالنا منها تالت حاجة ان انت اه كمدقق داخلي او مش عملك ليس تقصيد الاخطاء ان انت مش اه مش وظيفتك ان انا اطلع اخطاء في هذه الادارة حتى لو انا كل حاجة يعني اه يعني مستقل وموضوعي ومش بتصيد الاخطاء للناس دي ولكن انا مهمتي ان انا احسن الاداة ان انا لو في مشاكل ان انا اشوف ايه الصح ايه الحاجة لصح الفهم طب كلام جميل جدا اه لما كنا يمكن لما كنا محاسبين كنا بنقول احنا نقصين بقى مواجع ييجي بقى مش كفاية المديرين وتعب المديرين والشغل والتسلط والادارة والشغل الكتير ومش عايف ايه كمان بقى حد ييجي يقول لك انا بقى مراجعة خارجي وجاي من مكتب محاسبة عندنا في مصر مثلا بنسميه مكتب محاسبة في جهات الدول الاخرى بتسميها اه يعني شركات مراجعة او زي مثلا في امريكا تلاقيه على طول في الكتاب يقول لك اه اللي هي الشركات التدقيق يعني شركات التدقيق شركات المراجعة اي اي مهم يعني ده فتلاقي المحاسب اه كمان حد بقى ييجي يقول لي بقى انت ايه هنا عامل دي لي ايه ودي عامل هو عارف شغلنا هو عارف زيوف الشركة عاملة ازاي هو عارف الضغط عامل اه عارف الشغل كميته عاملة ازاي مش عارف الحاجات دي كلها ففي الحقيقة فعلا لازم تاخد بالك ان انت مش الحكاية مش تصاعد اخطاء الحكاية اه لما الواحد اشتغل بعد كده المراجع يعني يمكن عزارة المحاسبين يمكن عزارة المحاسبين وكمان عزارة المراجعين لان المراجع اه لو ما طلعش اشيوale ما طلعش المشكلة هي يبقى له ليش لازم المراجع الداخلي لازم يطلع مشكلة لازم ومش بيطلع مشكلة عشان هو يعني اه يعني اه في في مشكلة معاك او يعني في حاجة معاك انت شخصيا لا هو يجب ان يكون موضوع ولكن اه 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 دي وظفته يعني زي ما بيقوله كده المراجع الخارجي. لو راجع على القوانين مليئة وقال ما فيش حاجة زيال فل خلاص تمام. لكن المناجع الداخلي لازم يطلع مشكلة ولازم يدي ولازم يبقى فيه تحسين مستمر. ما فيش حد حتى لو احنا حتى لو احنا تسعين في المية. احنا محتاجين نبقى خمسة وتسعين. حتى لو بنا خمسة وتسعين. محتاجين نبقى ستة وتسعين. اه محدش محدش بيوصل للكمال. ولكن بنحاول لي. تمام? طيب. فالتدقيق الداخلي الداخلي مهنة يعني الاصلاح. اللي بيقول لك التحسينات المستمرة. طيب كلام جميل جدا دي على بقى نعرف الشهادة او نتكلم على تعريف بالشهادة هو بيقول لك ان انت لما تاخد اه شهادة اه اه انا جايب لحضرتك هنا اهو. مسلا اه اه كل حاجة باللينك بتاعها. يعني انت لو دست على اللينك ده هتلاقي قولك دي تقدر تجيبها منين? واخد بالك يعني تقدر تجيب كل حاجة. المهم يعني اه ممكن تبقى سيب ان شاء الله البي دي اف اه تحت الفيديو لو ما نزله على يوتيوب ان شاء الله. ولكن اه هنا بيقول لك ان 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 من من افضل مزايد شهادة ان هي الشهادة الوحيدة زي ما قلنا قبل كده يعني العالمية المعترف فيها عالميا في مجال التدقيق الداخلي الموارعة الداخلية. يعني في شهادات كتيرة عالمية في الموارعة الخارجية. في شهادات كتيرة في المحاسبة المالية. في شهادات في المحاسبة اليدارية. لكن التدقيق الداخلي الموارعة الداخلية. وزي ما شفنا كده خدنا فكرة كده في فيديو اه توضيحي جميل كده تصقيفي. ويتكلمنا عن اهدافها والفرق بينهم الموارعة الداخلية وانواع المحاسبة وانواع المراجعة. اه فهي الوحيدة الشهادة الوحيدة اللي بتديك اعتماد حلامي. شو بيقولك ايه? اثبات المصدقية والكفاءة. هيجي يقول لك بقى بص انا جايبها لك بالانجليز وبالعربي. يعني جايب لك كل حاجة بالانجليز وبالعربي. طيب اه اعتبار على شهادة التلقيق الداخلي الوحيدة المعتقدة في ديها في علامات. حصول على شهادة المدقي ده الكلام ده من عندهم من على الموقع بتاعهم. وحاطط لكل صفحة هتلاقي حضرتك آآ في البي دي اف. هتلاقي ده اللي هو ايه بيسمون يعني ده المرجع. انا انا جاي من على موقعهم ودي الصفحة اللي هتلاقي نفس الكلام ده فيه بالضبط ممكن ندخل عليها دلوقتي ان شاء الله واحنا اون لاين. طيب آآ هي الطريقة المصلة حصول على شهادة او المدقيق الداخلي المعتمد او المراجعة الداخلي المعتمد هي الطريقة المصلة لتوصيل المعرفة والمهارات والكفاءات لتنفيذ المسئوليات المهنية بشكل فعال لاي تدقيق داخلي في اي مكان في العالم. محترف ديها آآ في يعني في كل انحاء المعمورة. هو يقول لك انا بيعلمك. حاجة اسمها طبيقات. يمكن تنفذ في اي حتة في العالم. في اي حتة في اي مكان في العالم. مش لصناعة معينة ولا يعني معينة ولا حجم معينة ولا معينة. لا. مهما كانت شركتك. الشكل القانوني بتاعه. مهما كانت يعني حجم الاعمال. مهما كان الصناعة بتاعتها. فانا بديك افضل المماثلات. احسن حاجة تخليك كفء في شغلتك. طيب فالقلم بحد زيته اللي موجود في هذه الشهادة مفيد جدا 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 جدا. تم تحديس اختبار مدقق الداخلي. تم تحديسه كمان في الفين وتسعة عشر. ومتوفق دلوقتي في تلاتاشر لغة. من ضمنهم اللغة العربية. فهي عم نقول ان ما زال ان دراستها ممكن باللغة العربية وامتحانة باللغة العربية ومش هتفرق خالص. ختاب العربي ختاب الانجليش هو علم مهم جدا. وهو تطبيقي. خد بالك مش علم اكاديمي. اه انت شفت اكيد العلم الاكاديمي وشفت العلم المهني. اه وعرف اكيد الفرق. مش يجيلك يقولك تعريف ما هو كذا كذا كذا. لا. تطبيق على طول. طيب. هذا هو الوقت النسالي اللي القاءنا ازرح على السياقية. طيب كلام جميل جدا. نفس الكلام جايبه لحضراتكم بالانجليش. المصداقية والاعتمادية. ده تعريف كده بالشهادة. طيب فوائدها بقى. فوائد الحصول عليها. فوائد الحصول عليها هو بيقولك في عندي حوالي يعني اكتر من عشر فوائد ولكن هو اهمهم. ليه ليه ان انت تبقى معتمد. تساعدك على كسبة المصداقية والاحترام في مجال عملك. لو النهاردة طلبوا اه يعني ناس مدقيقين داخلين في شركة كبيرة شركة شركة مرتباتها ما شاء الله ضخمة ولا حاجة محتامة. فطبعا اللي معاه مرشح اكتر من غيره حتى لو مئات المتقدمين. هناخد اللي معاه طيب لو ترقية اللي معاه شهادة دولية زي دي هيبقى طبعا. آه فهي بتساعد على كسبة المصداقية والاحترام في مجال عملك. فتح المزيد من فرص التقدم. زود ارباحك المحتملة بنسبة آآ نسبة تصل الى واحد وخمسين في المية. هو عمل لنا هنا وانا طبعا اجيب لك اللينك اهو برضو بتاع الصفحة من على موقع اللي هو معهد المدقيقين الداخلين او جامعية التدقيق الداخلي في امريكا. ده الصفحة بتاعك لكل حاجة. هو بيقول لك هنا عامل يعني كده او يعني كده ان ان الواحد وخمسين في المية زيادة دي اللي هو يعني عمل بحث هو في على المجتمع الامريكي وقال لك ان الناس ما بتاخد الشهادة حتى لو هو مدقيق داخلي وشغال وما بياخد بيتزيد آآ مرتبه بتضعف بالنسبة دي. طيب كلام جميل جدا جدا. اسبط رغبتك في الاستثمار في تنميت. يعني ده اثبات ان انا بحسن نفسي بطور من نفسي. بزاكي وشهادات دولية. باخد شهادة دولية. حتى لو ما اخدتهاش. انت بتدخل الكورس بتاخد معلومات مفيدة بتطبقها بتبقى اقوى جدا جدا في مجالك. آآ بس هو بيقول لك كمان فوائد انك تاخدها كمان. اظهر التزامك بمهنتك. آآ حسن مهاراتك في التدقيق والمعرفة. زي ما قلنا كده من خلال العلم بناء الثقة في معرفتك بالمهنة. الكلام ده كله نفسه عربي وانجليس زي ما قلنا كده. احنا ان شاء الله الكورس بتاعنا عربي. ولكن هتلاقي مصطلحات دايما المصطلحات دي موجودة هقولها لك علشان ما يبقاش ما يبقاش فيه اي مصطلحات جات لك وانت ما فيمتاش. طيب ايه او ساعة يقول لك المتطلبات يعني الاهلية. يقول لك متطلبات الاهلية. السيئة هي عمل حاجة جديدة? ما كانش عاملها زمان. زمان كان يقول لك متطلبات بتاعتي. خبرة. آآ. كان يقول لك سنتين متاع آآ بتاعك وان انت تكون اشتغلت في التدقيق في كم سنة والكلام ده كل. ابعت لي صورة الشهادة وصورة الخبرة والآي دي. كنا بنقول غالبا مسلا آآ باسبور لان اسمنا مكتوب فيه بالانجليش لكن البطاقة بطاقة الشخصية اللي هو الآي دينتيفيكيشن يعني بيقولوا عليها آي دي لانها آي دينتيفيكيشن. بيوصلنا الآي دينتيفيكيشن. تحقيق الشخصي. تحقيق الهواء الشخصية يعني طيب. ولكن دلوقتي بيقول لك لا في عندي حاجة اسمها متطلبات الدخول في الشهادة. يعني ايه? يعني انا ممكن اطلب منك التعليم بتاعك. لكن ممكن تتعلم وتقعد تعمل تعمل تقدم في الشهادة. تقعد تلات سنين. براحتك خالص تاخد الشهادة في التلات سنين دي ممكن تكمل اللي هي يعني يبقى الكلام ده هول بص هنا كذب لك عشان تقدم اصلا الشهادة لازم تكون معك بكاريوس. هنا بيقول لك ماجستير اي حاجة من دي يعني في شهادة صغيرة كده بيقول لك اللي ياخد وبيقدم على يعني ممارس تدقيق داخلي ممكن ياخدها. فلو لو انت عندك هذه الشهادة ممكن تكمل فيها من غير المتطلبات الاخرى. اه وفي هنا طيب. دي اسمها ايه? محتاج كمان ترفع له على السي سي ام اس. اللي هو يعني نظام ادارة المتقدمي للشهادة. مجرد بس بيحفظ لك بياناتك وحالتك انت الوقت بتعمل ايه وحاجز ولا لقوا خط انترانس قد ايه? تلات سنين. طيب حاجات ستمتحان يبقى متاح لك قد ايه مئة وتمانين يوم. حاجات دي كلها نتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله. طيب. او الكراكتر يعني ايه? اه يعني اقول لك مسلا رئيسة تحد مع ايه? في الشركة بتاعتك يرى الشاحق. يعني خطاب توصيلة زي ما بيقولوا كده في الجامعة. تمام? اه. بيقول لك لا. مش مش من يعني ايه? يعني ايه? يعني انت بس مطلوب منك اليدوكيشن والا اي دي بتاعك تصور البصبور والريفرنس ده. تمام? تمام. وتعمل بقى الابليكيشن وتحجز تلاتة متحانات بتوعك لما تخلصهم. ان انت تديني. اما سنة اما سنتين في حالة ان انت سنة واحدة لو معاك سنتين لو معاك بكالوروس بس. خمس سنين لو انت مش معاك بكالوروس. ولكن شغال في منت التدقيق الداخلي. وهكذا. طيب كلام جميل جدا جدا جدا. انا متهقلي ان كده المعهد بقى متفاهم. يعني ايه متفاهم? يعني كان الاول يقول لك لا. انا من الاول تجيب لي عشان تقدر تخش اصلا الشهادة. لكن هنا جميل جدا ان هو يقول لك ممكن في خلال التلات سنين تكمل بتاعتك. سنة المطلوب منك سنة او سنتين. ولما تخلصت التلات امتحانات وانجحت فيهم ايه بقى ديك الشهادة. خلاص. دي من فور لات فيه يعني لما تيجي تقدم تدخل اصلا. وفي خلاص انت انجحت وعايز تاخد الشهادة تطلع بقى خلاص. مش مطلوب منك بس تنجح في التلات امتحانات. طيب كلام جميل جدا جدا. وبقوا متفاهمين اكتر من الاول وتطورات جميلة جدا. طيب التكاليف. التكاليف كنا عملنا لو حضرتك بصيت كده على القناة بتاعتي. هتلاقي ان انا يعني من من اول يعني هو كل سنة في شهر مايو يقول لك ده شهر التدقيق الداخلي. يعني شهر المواجعة الداخلية. بيعملوا في ايه? كانوا هدي لك اعفاء من الابليكيشن. اه دلوعة تقريبة من الفين وعشرين قصدي. الفين وعشرين والفين وواحد وعشرين. بدأ يقول لك انا هديك خاص من عشرين في المائة. بس مش عشرين في المائة على البليكيشن بس عشرين في المائة على على كل حاجة. على التلات امتحانات. فانا يمكن عملت كزا فيديو كده قلت والله انت ممكن تعمل حاجة جميلة جدا. تعمل بس كمان مش دولية ولكن تعمل يعني تعمل تقريبا الدولية بمئتين وخمسين دولار. انما اللي هي مسلا شرطر اللي هي يعني اه اللي خاصة بمصف مسلا. عندنا مسلا. ممكن انت مسلا لو في السعودية عندك بودو سعودية ويبيا شابتر كده يعني في الامارات العربية. اه وكل الدول الشقيقة العربية. طيب اه دي مزيتها ايه? انها هتبقى اه هتبقى حوالي مئة خمسة وعشرين. وبصراحة لسه عاملينها ما اخدتش يومين يعني ولا ولا اسبوع ولا اسبوعين ولا حاجة. فحاجة جميلة جدا جدا جدا. عاملينها لزي ماينا. وحاجة جميلة ايه? طيب اه زي ما قلنا كده بمئة خمسة وعشرين. انما التانية اللي هي الجلوبال بمئة وخمسين. اه كونك انت تعمل هتخليك تقلل لك كل هو ما بيشترتش عليك. ان انت لازم تبقى تعمل عضوية علشان تقدم لشهادة ولا تمتحن التلات امتحانات بتوعها. انت لو بصيت في الصفحة اللي فاتت لا هي من ولا من ان انت تبقى زي ماسلا بتوع السيميمي بيشترت ان انت تبقى ممبر. لا. هنا ما بيشترتش عليك انت تبقى ممبر. ولكن انت لو ممبر هيخفض لك. اديك شايف اهو اسعار مخفضة شوية. ولكن ده اللي هم الموظفين العادي اللي شغال خلص بتاعه. اه اه شوف هيتخصم له من كل حاجة مية وخمساشر دولار. فتيجي تلاقي خفضت لك قيمتها اربع مرات. لو ان انت ان شاء الله تقدر تخلصها اه في فترة بتاعتك. زي ما قلنا كده ان دي لما تدفعها اه بيتوفر لك ايه? بيتوفر لك اه تلات سنين تقدر تاخد الشهادة فيها. والامتحان لما بتحجزه وتقدر تمتحن تحدد في يوم مع باوسن فيو اللي هي الشركة اللي ماسكى الامتحان في خلال مية وتمانين يوم يعست شهور. طب كلام جميل جدا ده بالنسبة لتلات امتحانات. وزي ما شوفنا اه بتخفض اه في كل حاجة مية وخمستاشر. كان بقى هو في في مايو كان عاملك عشرون في المية بس خلاص. القسم ده خلص من نهاية شهر مايو. ولكن مش مش كلا تخفيض بتاع اكتر بكتير من العشرون في المية. طيب اه دي التكاليف. انت ممكن تحسب التكاليف كده لو عملت بمية خمسة وعشرون وكل الحاجات دي شوف تقدر تعمل كام. ومن غير لو انت شايف ان انت يعني محتاج اكتر من سنة وان دي مش هتوفر لك مفيش اي مشاكل. وما خطوات الحصول عليه هو بيقول لك عندك تعمل ثم تست ثم يعني ايه? يعني تقدم. اقدم ايه? اقدم افتح ملف عادي خالص زي ما بعمل ايميل كده بكتب اسمي وعنواني اه ايميلي لا يبعث لعدي كل البيانات المطلوبة بعملها في اللي هو اسمه ايه زي ما قلنا كده سي سي ام اس سرتيفيكيشن نظام اضاية اه الموشحين للشهادة معلش الترجمة دي مش اه زايفة شوية اه اتبع للاي اي 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 معهد المدقين الداخليين او جامعات التدقيق الداخلي في امريكا وبيتحمل المستندات المطلوبة اللي هو طالبها. ايه بقى? التعليم? البكاليوز بتاعك. بس طبعا يكون بالانجليش بطاقة الهوية زي ما قلنا كده الاي دي. الاي دي طبعا انت مسلا معاك بطاقة اه بطاقة اه تحقيق شخصية مسلا من مصر او من السعودية او من اي حتة ولكن مسلا مكتوبة بالعربي يبقى الافضل ان انت تصوره وتعمل اسكان للباسبور على اساس ان هو مكتوب فيه بالعربي وبالانجليش. والباسبور بيطلع يعني عادي في ايام يعني. طيب وحتة او يعني خطاب التوصيل. دي كده كل الاوراية المطلوبة اه زي ما شفنا في وبعد كده بتخدخل في وتسجل تلات امتحانات بتوعك نجحت فيهم الخطوة التالتة ان انت تكمل اللي ايه الخبرة بس كده. خلص سيب الف مبروك حصلت على الشهادة. تمام? نفس الكلام برضو بالعربي وبالانجليش. لوادي الرفرنس بتاع كل حاجة. هتلاقي في بتاع كل حاجة مكتوبة تحت الايه? طيب. تحت اه اه ده لنك يعني يوصلك على الصفحة دي. اه تحت كل صفحة. طيب كلام جميل جدا جدا تعال نشوف خطوات الحصول عليها. هو بيقولك يعني تبقى دي الامتحان اسلوب الاسئلة متعددة الخيارات. اللي هو يعني اه يعني اسئلة بتاعتها كلها اختيار من متعدد. ما فيهاش زي مسلا ما فيهاش اه اه او تاسك سوري تاسك بيز زي فتخليها اسهل شوية. اسهل شوية انها كلها ولكن يعني خد بالك ان الامس كيو مش دايما بتبقى اه تعتبارها سهل. انت لازم تكون فاهم كويس. فاهم ومطبق كتير. ليه? انت واحد تقول لي اه هو في هنا اه اه ايه وبي وسي ودي. بس ممكن تنفع دي وتنفع دي. فآه يعني لنا شوات نصايح كده يعني في سياسة يعني يا الله انت لو عاكم ان خلاص متأكد من واحدة خلاص ايه خلاص ايه ما تروحش تانين. لكن لو انت في واحدة متأكد ان مش هي والتانية مش ايه خلاص ايه بقى ايه احزف الايجابتين دول وقارن ما بين الاتنين انت محتار بينهم. دي بيسموها ايه لاجانب سياسة سياسة الاستبعاد. استبعد ايجابتين. وابدأ افكر في الاتنين التانين. طبعا سياسة حل الامتحان بتعتمد ان انت تحل السهل الاول. وبعد كده تلف لفة تانية على الامتحان وتحل الاسئلة كبيرة. وبعد كده في الاخر خلاص تشوفه الصعب اللي انت ما حلتهش. وكل ده متاح في الامتحان. المهم ان انت تدير الوقت بتاعك. المهم ان انت تحل كتير لكي تبقى آآ يعني السؤال ماخدش منك اكتر من دقيقة لو عشرين سانية. زي ما شايف كده. البارت الاول اللي هو اساسيتيات التدقيق الداخلي. مية خمسة وعشرين سؤال. عفوا في مية وخمسين دقيقة يعني ساعتين ونص. البارت التاني. ميت سؤال في مية وعشرين دقيقة ساعتين. البارت التالت ميت سؤال في مية وعشرين دقيقة. برضو ساعتين. طيب. الجوز الاول الاول بيكلمنا على اساسيات التدقيق. محتاج تفهم اساسيات التدقيق. محتاج تعوى في محتاج تعوى في الميشان اللي هي رسالة التدقيق. محتاج تفهم الوشادات الالزامية. ايه هي مبادل التدقيق? ايه هي معايير المراجعة? معايير الاستقلالية والموضوعية دي صفتين اصيلتين في اي مضاقق داخلي لازم اتصف فيهم. وايه اميتهم? طب ولو مش موجودين ايه اللي هيحصل? المهارة والعناية المهنية اللازمة. ما ينفعش انا مكون مفهمش مثلا في التحليل المالي. او ان انا ما اعرفش مثلا للشغل الحساب الاكتواري وانا واحد اقق على الحسابات الاكتوارية. برنامج تأكيد وتحسين الجودة معلش. دي فينا غلطة. الحوكمة ادارة المخاطر. المخاطر الاحتقال دي كل دي مكونات الفصل او الجزء الاول. الجزء التاني بيكلم بقى على ممارسة التدقيق الداخلي. ادارة نشاط التدقيق. التخطيط. تنفيذ مهم التدقيق. تبليغ النتائج. يعني بيسموه ايه بالتفصيل من اول والاخر. يبقى في البارت الاول. انت يعني خط الاساسيات اللي هتحتاجها في الممارسة. ابقى في البارت التاني. خبه لك كان في تشابك قبل الиковين وتسعتاشر? كان يقول لك لازم تذكر الاتنين مع بعض. الجزء البارت الاول والبارت التاني. وبعد كده خدخوا تمتيحن البارت التاني وبعد كده هم تبتيحن البارت. دلوقتي لا تفكوا هذا الاشتباك. هآ لاتنين ما زالوا يعتمدون على بعض. والاحنا ان شاء الله هنشرحهم مع بعض. ولكن ده ممكن تمتاح له لوحده وده ممكن تمتاح له لوحده يعني مش لازم اه زي الاول يعني فكوا الارطباط الجامد اللاخباط اللي ما بينهم الجزء الثالث المهم مفروض الاجبر معارف الاعمال لازم المدقق الداخلي عرفة زكاء الاعمال امن المعلومات تكنولوجيا المعلومات الادارة المالية طيب كيفية النجاح اه دي مهمة جدا بنا ينجحك وينجحنا جميع ان شاء الله يقول لك لازم تفهم فهم جيد. يعني ايه بقى الكلام ده? يعني ليش بتفهم? اه هات من الاخر معلش فهم طبيعة الشهادات المهنية. ايه? ايه? يعني ايه? انا الحمد لله. يعني اخدت مجلسير وماشي في الدكتوراه. تمام? وجربت الشهادات المهنية وامتحنت السيم ايه وامتحنت اه اه شهادات مهنية اخرى وامتحنت اه اه شهادات اه ايه جامعية. اه ايه الفرق ما بينهم? خب بالك. في الشهادات المهنية زي ما تقولنا قبل كده مش هيجي يقول لك. مش هيجي يقول لك في طيب صانية واحدة يعني هنخلص جزئية ونفتح اه برضو المشاوكات والتعليقات. التعليقات ما شاء الله كلها ايجابية. اي سؤال ان شاء الله هنقعد دلوقتي ونكلم بالتفصيل المملي يعني. طيب. اه 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 فهم طبيعة الشهادات المهنية ان هو مش هيجي يقول لك ما هتعريف اه كذا كذا كذا. مش هيقول لك اه ولكن انا يقول لك في التطبيق في يجاب لك سيناريو قصة كده انت مراجع مدقق داخلي وحصل كذا كذا هتعمل ايه? شوف ازاي. اه الشهادة المهنية بتعتبرك موجود في المهنة. يعني اه يعني موجود في في المعركة. في في السوق جوه السوق جوه السوق الكبيرة هتعمل ايه? اه مش بقول لك علم واقول لك تعريفات وفهمت العلم ولا? لا 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 لا. طيب. يبقى انت محتاج فهم جيد مش محتاج حفظ. طيب محتاج ايه? محتاج تطبيق كتير. مش محتاج اه اه قعد زاكة وزي كنت مرة واتنين وتلاتة ودخلت لأ مش هينفع. لازم تكون حلت اسئلة. طيب يبقى الثلاثة زي ما حضراتكم شايفين. الثلاث نصائح اللي انا كنت محضرات كلهم سايحين عربا ما ينفعش ان نبدأ من ده وده وده. لازم تفهم طبيعة الشهادات المهنية وان الفهم الجيد مهم جدا نحل الاسئلة كتير وهنجحك ان شاء الله. آآ وان شاء الله هنضمن الكلام ده كله بازن الله في الكورس بتاعنا. هنجيب ان شاء الله من جهة العالمية. آآ يعني الفهم مضمون بنسبة مية في المية. ونحل الاسئلة كتير. يعني هيبقى هيبقى استعداد للنجاح ان شاء الله في الجهادة الدولية. بتوفي ان شاء الله. شكرا. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.